سلام عليكم كي ديري لبس عليكم كانت منى تكونوا بخير اليوم عندي تحية للوحد البنيتة صغورة اسميتها زهراء كانت تبعنا ديما زهراء كان بعتليك وحد التحية معطرة بالوردو اليساني وكانت منى ليك عمر طويل ودوام الصحة والعافية انتي ومامار وقايع الناس اللي كي سمعونا وشكرا بالساف على تعالقكم الزوينة وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وشكرا لكم على الدعم كان كل شي مجموح في الصالة كيتسنوها تجي اول مرة يشوفوها وبما انها جاية من الامريكان قادة تكون شي زهرة اللباس المعرية والماكياج وما قدها حتى حاجة البنات كلهم كانوا مقادين ولابسين احسن ما عندهم باش يبانوا واحدة بنت عمهم اللي عمرهم تعرفوا عليها لفضور قاتلهم شي عاجبوا الحال تبقى معهم وشي كارهها اصلا شوية تسمع صوت الطيارة الخاصة اكيد هي وصلات عينيهم بقات على الباب كانت نازلة من الطيارة صاحبتها شدت لها في ايدها وهدرت معها بالانجليزية قالت حاسة بيك ما تخافيش هو مرة كيبقى وعائلتك روانت نهدات وقالت عارفة عارفة هادش يكون له غايدوز ساناء بغتت للطفل جوه وهي تقول كي جيتك زوينا ما بغتش نرجع لامريكا بيدي خاوين يقدرش يواحد من ولاد عمك نعشبه وهي تقول روان مصطاب بجت بقايح دايا قالت ساناء وجونا حبيبة لما نخليه وهي تقول روان بديتي صافي زيدي زيدي وصلوا للباب وكانت شوية محلولة روان رجعت اللور وخلات ساناء تدخله يا اللولة ساناء حلات الباب ودخلات كل شي كان فيشوف فيها كديرا كانت لابسك سوا قصيرة مع صبات طالون عالي والشعر طويل والزعر والعينين خوضر داك شي ديال الأفنان مع مكياج خفيف تماما كيف مكانو كيتخيلوها الجدة شافت كل شي ساكت وكيشوف فيها وهي تهدر قالت اتفضلي يا بنت يا روان مرحبا بحفيدتي يا كتفاهمي الدريجة ساناء غلباتها الضحكة ودارت وجرات روان اللي داخله وهي حانية راسها وهي تقول هادي هي يا روان أنا صاحبتها ساناء كل شي تصدم مستحيل تكون هي لابس الخمار والتام على وجهها أبدا ما توقعوهاش تكون هاكا ما جات حتى في بالهم بازت ثلاثة ديالت خيقت السكوت وهما غيكي يشوفوا فيها وأفكار كتيرة كالدور في راسهم روان زاد التوتر عندها الجدة دمع عينيها آه هادي هي حفيدتها حسات بوحد الإحساس زوين من اللي شافتها هاكا ونادت وعنقاتها وهي كتبكي وقالت الله يرحمك هاولدي على هاد النعمة ربي حفظك ويسترك بنتي روان غير واقفة وساكتة جداها شداتها من إيدها وداتها لصطالة وهي تقول هادي هو جدك محمد روان شافت فيه صورة تبقى الأصل على بوها الله يرحمه بحال لاكي كانت كتشوفه في التصاور احناتو بس لي إيدي وهو وجرها وعنقها وهي حسات بحالها حاد نبها شمات ريحتو فيه وحسات بباباها فيه نزلت دمعي يتيمة من عينيها الجد فرح بستاف احتاه هو في هاد اللحظة نصال ماضي كله وكيفكر غير فحفيتو اللي فتاخر بيها قال مرحبا بيك بين عائلتك بنتي روان بصوت من خافض وفيه بحها زوينا قالت شكراً وتشرفت بيكم كانت هضرتها شوية معكلة بالدريجة وكتهدر برها اللي غيسمحها أول مرة غيعرفها جاية من برها دارت وسلمات على اللي فصارة إلا الرجال ما كتسلمش عليهم وقلسات دارت وشافت في صاحبتها وهي تقول الجدة مل فرحان سيناكا بنتي مرحبا بيك اتفضلي قلسي قالت سناء شكراً وقلسات حضروان الجدة عرفاتها على العائلة كلها اللي كتتكون من ثلاثة ديالعمامها ولادهم وعيالاتهم قالت أحلام إيوحي دلتا من شوفوك نقزات سناء وقالت ما كتعريش وجهها حدر أحلام وشايماء دحقوا وقالوا بس صاح الجد شاف فيهم بحدة وضغيج مع راسهم وهو يهضر مع حفايدو وقال تفضلوا خرجوا من الصالة خليوا البنتا خد راحتها نادوا واحد مورة واحد والفضول دابحهم باغين يشوفوها روانغي خرجوا وحيدات اللتام وهبطات لغطة من على راسها وعلات راسها في جدها وبتاسمات بخجم كل شي حلفهم فيها كانت آية من الجمال بلا حتش نقطة ديالماكياج خدات الهيوضة واللون دلعينينا الرماضي المفتوح من عند دمها المريكانية والشعر لكحل اللي كيلمع وطويل وقوي والعينينا كبار وواسعين مع الرموش الكوحة البزار والنف صغير ومقهد من عند دباها الله يرحمه كانت مالاك اندماج بين الزين الأجنبي والعربي بحاشي لوحة فنية مرسومة بإتقان قال الجد والجدة سبحان الله كل شي قال همورهم إلا جوج أحنام وشيماء اللي غيموتوا بالغيرة ما كيبغيوش اللي حسن منهم وهي تقول الجدة آية من الجمال سبحان الله ربي حفظك بنتي آجي خليني نعنقك وهو يقول الجد جمال وأخلاق ودين ربي يسخر فيك ويرضع عليك بنتي من اليوم الدار دارك ما تحشميش واللي بغيتيها ما عليك غير نطقيها وجدك يحضرها روان حسات بالأمان والحنان وعرفات باللعائلة هي كل شي حنان ناضط وقلسات حداها وهي تقول وأخيرا تعرفنا عليك فرحت بزاف والله من الي غدا تعيشي معانا روان بتاسمات ليها وقالت احتى أنا شكرا وناضط مريم حتى هي وقلسات حداهم وقالت ايه بصاح اعجبني الحال والله عندي بنت عمي بحال هكا مرحبا بك روان وهي تقول روان شكرا قالت الجدة باقي ولد عمك واحد ما تعرفتيش عليه مسافر وغدا غير جع من فرانس وبيدبوا لروان الله يجيبوا على خير مرات عمها أسماء قالت واقي لا عيانان شو صحبتك طلعوا ترتاحوا الفوق قالت روان لا أبغيت غير نتودا ونصلي قالت الجدة الله يتقبل بنتي وشافت في حفيذاتها وقالت أما شي وحدين لا صالة لا عبادة حاضين غير تساويق الشعب والمرأة والدخول والخروج روان بتاسمات وقالت الله يهدي الجميع لبنات حسوا بإحراج هي زوينة وكتحمق ومحتار مرزها وهما اللي عندهم الربع جمالها أم حيحين وكيعرفوا الصالات من رمضان لرمضان شايماء كتهمس الأحلام وقالت شفتي جدة بش كتقول حداها دابت بدت تحس برازها وهي تقول أحلام علاش ممالها أحنا أحسن منها شايماء شافت فيها بحلي كتقول لها غير كتكدبي على راسك وهي تقول أحلام آه زوينة صافي ابقوا كي يشوفوا فيها غي يكلوها بعينيهم حسدوها على كل شي اللي فيها هما بنات وعجباتهم حسلك لشافها شراج أكيد غي حماق عليها روانوا سناء طلعوه في المسعط هما موحانان بش توريهم البيت الدار كانت كبيرة لدرجة كبيرة حيث كتجمع العائلة كلها الجد مبغاش العائلة تفرق أبغاهم يبقوا مجموعين حدا كان فيها كتر من ستاديا الأجنحة وكل جناح فيه جوج بيوت ومصمين بطريقة محترفة وهذه الصالونات المفرشين بأحسن مكان بلدي ورومي فرنسي توركي مغربي علياش مقل بتيتلقاه كانين خمسة ديالخدامات مقابلين الدار وجوج طباخات في الكوزينة وعاد زكيريتين على برا مفرقين على الفيلا كل واحده فين حاضر وصلوا للطابق الثالث اللي فيه البيت اللي غيكون دراوان داخله وكان بيتزوين وكان بيتزوين بالساف ديكورات فاخرة وألوان كتفتح النفس كان اندماج بين الرمادي والغوث بارد والبيض وهي دقول حنان عجبك بيتك روان قالت آه زوين بالساف وهي دقول حنان نخليكم ترتاحوا وخرجعت روان حنلات البلاكار ولقعتهم ستفوليها حويجها كل لحاجة في بلاستها وبيدقول سناء عائلتك درايفين بالساف سعداتك بيهم روان بتاسمات وقالت آه بالصح ارتاحيت معاهم وبيدقول سناء غير ديك أحلام وشيماء حسيت بيهم بحلة محاملينكش قالت روان غيك هيجيب لك بالك واش بغيتيهم ضغياه يدسروا معايا في أول لقاء قالت سناء شوفي حنان ومريم غزالات وضريفات المهيب أنا غي حسيت روان بتلات الموضوع وقالت نتوضى ونصلي وانتي يدخلي الدوشي وارتاحي عدبتك لهايا قالت سناء لا بالعكس اش حال ما جيت المغرية وأصلا ما نقدش نخليك بوحدك روان باستها ودخلات التوضى وخرجات التصلي وثناء دخلات الدوشات وفلتحت كانت حالان كتغضى وقالت آه أخويا غدا جاي وهو يقول الجد الله يجيبوا على خير قولي لهم يبدوا يوجدوا العشاء أسماء هزت التليفون دي الكوزينة وقالت بدوا توجدوا العشاء وقطعات وهي تقول ما حساب لناش بنت فؤاد غدا تكون هاكا سبحان الله والجد تفكر ولده اللي هادي قبل واحد وعشرين عام أعصب باه وتزوج بامريكانية وهو عارف أن باه مانع عليهم الأجنابيات تعصب وازطمع لكبته وخيروا بين عائلته ولا لامريكانية وهو اختارها هاد شي اللي خلى الجدي تبرى منه ومن أي حاجة كترتابط به حال لا ما عندوش ولد اسميته فؤاد ودازت ليام وسنين وماتت لاورة مرد فؤاد وخلات له بنت في عمرها 13 عام هو ما تحملش موتها وبقى عاطيها لشراب والسكرة حتى مرد مرضة خايبة وبقاش حال في الطبيب وصيفة لباه رسالة هيوصيها على بنته اللي باغيها ترجع لبلادها وتعيش وسط عائلتها ومات موراها الجد والجدة تأكتروا بالساف بموتودهم وحزنوا علي والجد اسمح له ورضا علي وفك ذك السخط اللي كان ساخط علي وقرر يجيب حفيت وتعيش محاهم روانت ربات وسط مجتمع من فاتح بالساف كل شي عادي عندهم ولكن هي قدرات تخرج من عاداتهم لحقاش لاورا فاش زوجات بفؤاد سلمات ودارت الحيشاب وقررات تربيب انتهاء للدين الإسلامي والقرآن الكريم روان كانت من صغر كتحفظ القرآن وكتلبس المسطور ومن اللي دارت 12 عام دارت الخيمار برغبتها كبرات وواجهات صعوبة مع المجتمع الأمريكي ولكن قدرات التأقلم مع الوضع احتى خلات الناس اللي دايرين بيها يرضوا بيها كيف ما هي احتى ولا كل شي كيحترمها واحتى في المدرسة والجامعة كل شي كان عاطيها تقار عندها صاحبتها واحدة هي سناء وخا هي مختال فعليها كليا ولكن هادشي ما منعهاش تكون صديقتها المقربة المهم ببا هوم ها من الصغر وهم كيعودولها على عائلتها وخا المشاكيل اللي بيناتهم عيطولي هوم وهبطوا تعشا طبعاً دراري تعشا وبوحد هوم احتراماً لها ودازت الليلة على خير وجنهار جديد روان كتصلي الفجر والصبح وكتقرأ القرآن عايت كتوليت نعس من بعد فاقت في العشرة لقات سناء في سابع نومة دخلات دوشات ونشفات شعرها وضفراته فاقت سناء وهي كتتكسل وقالت اش حال في الساعة؟ قالت لي هاروان لحظاش وبيدقول سناء اه خسني باش نمشي في حالي قالت لي هاروان علاش خليكي وبيدقول سناء طافقت انا وتون نجي اليوم غايكون كيت سناني داباً ولا نرجح ونقلس معاك وهي دقول لها روان اللي بغيتي سمعو الدقين وشوية وهي تدخل حالي قالت صبح الخير ردو علي هصبح النوم هبدو الفترو كاملين راحت انا والبنات عادفقنا وهي دقول لها روان شوفي انا مبغيتش الدراري ما ياخدوش راحتون انا ما عندي احتشي مشكي لنبقى هنا فهمتي قالت لي هاروان بالعكس تفهموك وحتارموك وما قالوا والو اصلاً هنيتيهم كيعجبهم يبقوا ديما مجموعين جدي ديما مقلسهم حدا قالت لي هاروان الله يطول في عمره روان لبسات عباية خفيفة وهبطات في ايديها لتام لعلاحتيات قلسوه في الجردة في واحد القليصة زوينة عجبهم الحال احلام شعلات الاغاني وقالت وهي كتنص اهق ويلي سمحي لي انتي ملتازمة ما خسكش تسمعي الاغاني سناء كانت غطرت عليها وهي تسكتها روان قالت لا اخو دي راحتك ما عنديش مشكل مع الاغاني حتى انا كانت قابلت وكان بغينت سمع الاغاني قالت شايماء ياه وكتعرفت شطحي وهي تقول روان لا ما كانعرفش قالت احلام زوينة هادي كتعرفت شطحي صدقتي متفتحة شوية لحسابلي من داعش خفت تقنبلي ناشي نهار ضحكات شايماء وقالت وياه وهي تقول حناني وكتضحكو من الفوق هي بعدها عندها الوجه باش تقابل ربي اما انتوما ووالو سيرو ديرو غيه النص ديال دكشي اللي كتدير عاد هضرو قالت احلام نار يا شايماء اختك شوية وتضربنا را غير كان ضحكو يا ربي السلامة من ناقص وهي تقول مريم احلام احترم يراسك شوية ولا غدا نقول هالما ما تفهم معاك بتاسمت روان وقالت عليش كبرتو الموضوع خليهم رغيك يضحكو ما فيها والو وهي تقول احلام هي يوما تقلقاتش وانتو مادرتو فضيحة نوضي 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 نمشيو قبل ما ناكلو العصا ومشاو قالت مريم اسم حيلينا لسانهم ديما طويل وهي تقول روان لا ماشي مشكلة قالت حنان اليوم جاي خويا ما بقى والو غيرش ثلاثة ديال سويع ويكون هنا قالت السناء روان انا خاصني نمشي الجدة موراها قالت خليك بنتي معانا ما زال مرتاحيتي جاوباتها لا خالتي عندي شي شغال ضروريين المرة الجاية ان شاء الله ونادت وبدلات وخدات ساكها وسلمات على كل شي روان بكاد ما بغات تبقى بوحدها ديازو سويعا قليلة وكانت في البيت وهي تسمع الغوات والضحك وشي اصوات في الجردة طلات من البال كو غيب شوية شافته عاد نازل من الطيارة الخاصة دياله وكل شي كيسلم عليه كان عاطيها بالدهر كان طويل وعريض لدرجة ان اللي قدامه ما كيبانش ولابستي الشارت كحل لاسق عليه برزليه عضلاته شوية وهو يدور وجات عينه في البالكو وهي ترجع اللور بالزربة وقلبها كيدرب هو مهتمش المح غيشي وحده رجعات اللور غتكون غيشي وحده من اللبنات قالت حتى انا هبيلة كان طلو انا مملكتماش قلسات فوق الناموسية ودارت الفولار وهزات المصحف وبدات كاتقرة في القرآن اما التحت هو سلم على كل شي حيت كان مسافر اشهر في فرنسا كيقادش صفقات في الشركة اللي تمات وكيفما العادة كلهم نجحوا ذا تكبر الفروع ديال شركتهم المعروفة عالميا كانوا في الصالة قالسين وكيهدرو في جميع المواضع مريم كتهمس الأحلام وقالت شو في زمانك شح الجزوين وهي تقول لها أحلام كان حماقة عليه وخارتي ديما كان سمحكا تقول لماما غتخليه يخطبني ولحد الآن ما شفتوالو قالت مريم را ماما كتصلنا غيل وقت المناسب باش تقولها البابا ويقولها الجدي فهمتي قالت أحلام هانا غنشوف وهي تقول حنان أخويا بنت عمي فؤاد البارح جات وهو يقول هارو مزيان وكمل هادرتو مع جدو بخصوص الشريكة رضى ولد عمو وقال الصحافة كلها تهدر على الصفاقات اللي دا دي تبرك الله عليك ولد عمو هارون مسح لحيتو وهو مبتاسم وقال ماشيران يحفيد السيل عالمي داروري نطلع عليه الجد قال بافتخار الله يرضى عليك ولدي وهو يقول يوسف ايوا ما غنحتافلو ما نديرو والو قال بدر اه خاسنا نديرو شي حاجة وهو يقول الجد اه بسطاح ومن هنعرفو روان على العائلة والناس ليه كنعرفوه غدا ان شاء الله خاس يكون كل شي واجد ونديرو شي اعشاء يتجمع فيه كل شي قال هارون غتبقى معنا هنا ديما وهو يقول الجد اه ما عندها فين تمشي هادي هي دارها قال هارون مرحبا بيها وهي تقول حنا عرفت يا اخويا ما غتطيقشش غنقول ليك وشايف فيها بمعنى قولي قالت البنت وخف امريكا دايرة الخمار والتام والصالة والعبادة وفوق هاد الشيء ضريفة واية من الجمال سبحان الله عمري شفت بحالها وهي تقول احلام بغيرة بقى لك غيط اسميها ولا نقول ليك جيبت صورتها حسن حنان خنزرت فيها ومدتهاش فيها عارفها مغيارة هارون تفاجأ حتى هو جاتو شوية غريبة ولكن كل شي ممكن كمل هادرتو معاهم في الخدمة وكيفاش دزك الشيء وهي تقول احلام خاسنا نوجدو شغل لبسو خاس نكونو زوينات وهي تقول شي ماء اصلا احنا زوينات يا حبيبة المهم نلبسو واحدة من الكسوات اللي شرينا من فرنسا ياكي وهي تقول احلام اه دك الشيء نختاروشي واحدة زوينا نوضي دابا نشوفو وهي تقول شي ماء يلا وداز النهار وجن نهار دلحفنا كانو كيوجدو الدار وكي قادوهم ويشريو اللي خاسهم ووجدو الماكلة وصلت السبعة وكان كل شي واجد البنات لابسين ومكادين والناس بدو كيجيو وغير شكون وشكون كبار الشخصيات المعروفة كانت في البيت جالسة كتقرة في القرآن احتدخلات عندها حنان وهي تقول روان صدق الله العظيم وحيدات الفولار وقالت حنان بغيتي شي حاجة اه جيتي زوينا اغزالة بصحة والراحة قالت لها حنان شكرا اختي وانتي نوضي وجدي راسك وهي تقول روان راكي عارفة مايمكن ليش نهضط والرجال التحت ومايمكن ليش نهضط بالخمار غد جيكم ناقصة شوية شوية هو يدخل جدهوس الدلبان وقال بنتي مالكي قالسة بوحدة لبسي عليك وهبطك وهي تقول حنان احنا جدي دايرين ذاك شي مخلط وهو يقول مالو مخلط لبسي عليك بحال ديما حطيني قابط الستراه ماشي عايب وهي تقول روان ولكن قاطح هالجد وقال ماكين ماولاكي بالعاكس عاجبني الحال باشي شوفو وحدة منح في داتي ساترا راسا بحرك والشي يسكت ويعرفو شكون هي بنت المريكانية ناضطو بس ادو وهو خرج حنان عنقاتها وقالت لها تانتي واللي تيختنا دابا شكراتها روان وناضط لبسات عليها النقاب والتا وهبطات هي وحنان كل شي بقى كيشوف فيها وكل واحد وش كيقول امشى وقفو احده هارون ورضا وهي تقول حنان هارون هادي روان هارون شاف فيها وقال مرحبا بك اختي روان هزت عينيها فيه وقالت شكرا اخوه هارون بالعذيقه عينيها ذوينين بزاف وخام فيهم لك حلوالي نزلت عينيها وشافت في الارض وشاف رضا ولقاه ساه فيها حتى هو شاف عويناتها هارون خنزر فيه وقال يلا هنمشي وعنده ادرال رضا قال له اه وخا روان كل شي جا كيسلم عليها طبعا غير عيالات حتى حتى راجل ما يتجرق يقرب ليها كيشوفو غير من بعيد واللي هزت فيه عينيها ما كيسخاش تنثلهم كل شي جاه الفضول يشوف شكلها كيفاش داير هارون كان بعيد عليها ومراقبها كانت ترزينة وطقيلة في حركاتها شاف ابنات عمو واختو كيفاش كيطيره قالت روان حنان نمشي الحمام ونرجع وهي تقول حنان وخا حبيبة نمشي معاك قالت ليها لا غير خليك ومشات يلا قربات للدورة اللي فيها الحمام كانوشي ثلاثة ديالرجال واقفين وعاطينها بالدهر وهي اخذت هاددوث حشمات تنطق وتقول ليهم بغيت ندوث دارت تشوف حنان ولقاتها مشغولة وكتهدر مع صحاباتها هارون كان مراقبها شافها وقفات وما قد داتش تهدر روان يا الله بغيت ترجح وهي تسمح هارون كيهدر معاهم قال ليهم البنت بغيت دوث وهو ما دار وشافوا فيها واخوه والطريق وهي دازت ودخلات الحمام سدات عليها الباب وحيدات للتان وشافت في وجهها شحال والأحمر التوتر كيخليها تبلي مزنقة غسلات وجهها ورجعت التام على وجهها وخرجات مشات عند حنان وهارون مازال حاضيها قالت أحلام شفتيه هارون شندهر وهي دقول شايمان ايوه غيب غي عاونها قالت ليها أحلام اه وعليش غي حاضيها شوفي من الصباح وهو كيشوف فيها وهي دقول شايمان انا غير جا تغريبا لا بزدك شي ما كيس حمتي ضغية كالتعصبة أحلام عطات على شفايف ها وهي مع الصباح وقالت دابا نشوف هارون كان واقف معه ثلاثة ديال رجال أعمال كيها ضرب خصوص العمل شويه هو ينطق واحد فيهم وقالت ديك البنت عيني هاش حال زوينين عاد إلى حي ذات الثام كيفاش غدا تكون وهو يقول التاني وياه شي مالاك شوف بعد الزين ديال بالصاح مخبي رازو هارون تعصب كيفاش تجروا يهضرو فيها شنق على واحد فيهم وخرجوا من الحفلة وده لكل واع هارون هو عاد على سنانه وقال له أعرف راسك معه منك تهضر واحترم راسك من اللي تكون في درسي العلامة ولارك عارف شنو نقدر نديل شويه هو يجيه الجد وريضا فكوه من بين ايديه ومشدر ليه هو كيقد بحويجه قال الجد واش حماقيتي عرفت ليه ولد مان قال له هارون يكون ولد شكون بغا ما كيهمنيش قال له الجد لا هاد العصبية ديالك زايدة شنو دار بجدسيلي هاد الحالة هارون هو غادي قال انا اللي عارف ودخل الصالة وخنزر فيهم وهم غي شافوها بطوعينيهم ومشا عند حنان وقال ايجي نهضر معاك قالت انعام اخويا وهو يقول خودي روان وطلعيها الفوق ما عندها لاش تبقى هنا وهي تقول علاش راه غايحطو العشا وهو يقول هارون دي ريدك شي اللي قلتليك حنان ما فاهمة والو قالت واخا ومشات عندها وقات كتخربق عليها احتى طلعتها البيت وفدت الباب وهبطات القاتهم كيحطوا العشا هارون في الكوزينة كيهضر مع الخدامات وقال طلعوا العشا لروان البيتها دابة قالت الخدامة واخا سي هارون طلعوا لها العشا واخداتو ووكلات عجبها الحال ووكلات فراحتها سالوا العشا والدياف مشاوف حالهم وكل شي طلع البيتو بشي نعز كانوا عياني وصلت لتا دير الصباح وروان ما جهاش نعز شافت في الساعة وتناهدات ناضت وصلت جوج ركعات وجه الجوع قالت كل شي غيكون ناعز دابة نهبط ناخد شي حاجة لنا كلها الزيت شار في ايديها حتيات ودرت فق شعرها وهبطات بالحفا وغيب شوية تخليت الكوزينة وحيدات الشار وحطاته فق الكورسي حلات التلاجة ولقات حلوة مازالة صحيحة ديال الشوكولات شاهاتها وجبداتها وقسمات تريف ورجعتها للتلاجة كلاته وغسلت ايديها ومشات تغسل التبسيه هو كان هابط الكوزينة وشاف الدول مشعول ودخل شافش وحدة واقفة تغسل التبسيه شكلها كنزوين بالفيجامة البيضة شعرها يكحاله طويل بحال الليل ورتب ومسرح ورجلاتها حفياني تفكر بنات عمو تا وحدة مدايرها بحال هاكا دارت بالزربة بش ترجع البيت وهي تشوفه واقف وكيشوف فيها صدمات دغيا رجعت دارت واعطاتوه بالدهر هو ما طيقش شنو شاف ما لاك واقف حداه لدرجة انه قلبوه ولا كيدرب بالجهد روان بصوت منخافض ومتقطع قالت عافك ما لابساش نقابي بغيت نطلع للبيت هارون حس براسه وخرج ومشي قلس في الصالة باش تخرج هي دارت الشارع لراسها وخرجت بالزربة طلعت الفوق وهي كتلوم رأسها اعلاش ما تغطاتش عاد خرجات هارون الحد الان صورتها بين عينيه وصوتها كيتردد فوتنيه عجباته بالسلاف زينها كيشدد واللي كيشوفه عمره ما كيمساه امسحه على راسه ودخل الكوزينه اشربه وطلع لبيته وهو كيفكر فيها وجنهر جديد وبأحداث جديدة يوسف كان كيقرأ في الجريدة غير شف جدو ناطحندو قالوا جدي ايجي تسمع اشنو كاتبين قالوا الجد اشنو ويقول يوسف كاتبين على هارون ونجاح صفقاته وعلى روان حفيدته الحاج العالمي الامريكانية كيهضروع للعشد البارح وزايدين هاي كيقولوا عينيها جدبوا كل الحضور وهو يقول الجد احتى حاجة ما كيفلتوها هارون جاقل سحداهم واختف ليه الجريدة كيقرأ فيها ورماها فوق طبل معصب وقال زادوا فيه ابقتليهم غير روان يهضروع ليها وهو يقول الجد علاش مع الصبح تل هاد الدراجة ما قالوش حاجة ماشي هي هادي هارون وقف وقال انا غنت حاسم عمول هاد الخبار ومشى والجد ويوسف مصدومي وهو يقول يوسف مل يرجع من فرنسا وهو هكا قالوا الجد بزاف على هاد العصبية خاصه يتحكم فراثه والجدة قلسات حداهم وقالت راه خاص نزوجه هالحاج السيد عنده 29 عام خاصه يدير داره ومراته تكون في جنبه وهو يقول الجد عندك الحق انا غنتفهم معاه بعضا ونشوفه البنت قالت الجدة البنت كاينة وهو يقول الجد شكون؟ قالت له كنت بغيت له روان ساعة هو مغا يبغيش دير الخيمار مغا القولوش محسن من أحلام منا وفينا وماشي برانية قال الجد اه صافي نرسيه معاه ونسوله البنت دا حكايت الجدة وقالت البنت حاطة عليها عينيها بلا ما نسولوها الجد بتازم حيث حتى هو حاس بيها وقال ايوان توكلوا على الله هارون مشال الشركة وامرهم يجيبوا ليه الصحاب المقال ما دازت شوي ديال الوقت حتى كان عندو في المكتب هارون اعطاه ورقة ديال الاستقالة باش يسنيها وهو يقول الصحاف اسمح لي ياسي هارون راه مقصد توالو قال هارون ما في ياللي سمع الهضرتك اسنيها وعطيها للمدير ديالك راه كيت سنك وانسى عليك مهنة الصحافة صحفي طاحلوا على رجليه ورجالة هارون هذ اخر نجوه من بعد ما سنها على الورقة الاستقالة هارون تنهد وهذ شي وراق كي يراجعهم بحل لمه وقعوانه وفي الفيلا راهان كانت في الجردة قال سكت شوف الوردة اللي ضارعينه عجبها وشوية وهي تشوف شي حد وقف حداها وكان رضا قال ليها عجبوك روان قادت التام واخه هو مقاد وقالت اه حجبون ريدا بغاها غير تشوف فيه وبغى يشوف عينيها وهو يقول مرتاحة معانا بعدها وهي تقول داروري راني وسط عائلتي ريدا قطع واحد الوردة بيضاء كبيرة وزوينة ومدها ليها هزاد عينيها فيه هاداش كايدير ما قدادش تمد ايديها وتاخدها وهو يقول خوديها هادية من ولد عمك خدايتها بالزربة وهو يوقف عليهم هارون كان كا يغلي من الداخل وكا يحاول ما يبينش روان غير شافته وحنا تراسها ومشات روان غير شافته وحنا تراسها ومشات وهارون دار جهتها وهو حاضيها احتى دخلات وغبرات على عينيه وهو يقول شنو كنتي كادير معاها قال له ريدا وقفت حداها وثولتها واش مرتاحة وهو يقول له هارون ما تبقاش تحرجها البنت ما تبغيش تحك مع الرجال وهو يقول له ريدا اش هاد الاهتمام ازايد براوان وهو يقول اش من اهتمام اغي كان احتارمه البنته صافي ريدا وهو غادي قال محتار مين ها ودازت يومين وبالضبط في المكتب دي الحاج العالمي هارون هو معصب قال فعليش قد داخله فيا من اللي نبغي نزوج غن نزوج فهمتو الجد خنزر فيه وقال له اولا اجلسكي الناس ثانيا اهضر بشوية هارون تنهدو مسح على لحيتو وقال اسمح لي يا جدي انفاعلت شوية اجلس فوق الكرسي وقال جدي انت عارفني الزواج ما داخلياش لراسي حاليا الجد اضرب عقازو في الارد وقال شنو بغيتي تبقى كل مرة مع بنت هاد شي ما طلعلكش في الراس يحسب ليك اخبارك ما كتوصل نيش وهو يقول هارون شنو زع ما كتراقبني قال له الجد ما شي هذا هو موضوعنا وهو يقول هارون انا قلت اللي عندي الزواج ما عندي ما ندير به غين ساو الجد عرف بلي العصبية والعناد ما عندهم بشي فيدو وهو يقول بجد ديام عش بيدي الحنان انت هو الحفيد الكبير دلعائلة وبغيت نفرح بيك رك عارف شحال عزيز عندي ومكانتك بوحدها شوف ولد عمك صغار منك تزوج وولد ولد ما شاء الله احتى انتا بغيت نشوف ولادك قبل ما نموت رغم ما بقال يوالو في هاد الدنيا يا ولدي اكبرت ووليت كنعيا هارون ما كيحمل جدو يقول هاكا جدو اللي بحال بواهو كتر وهو يقول له الله يطول في عمرك ما تقولش هاكا قال الجد اوا دير لي يا خاطر يا ولدي وخليني نفرح بيك هارون سكتمدة وهو ينتقل صافي يديرو اللي بغيتو الجد فرح وقال الله يفرحك كيف ما فرحتين شوف ما غلقاش محسن بنت بنت عمرك هارون شافيه وقال شكون في هون وهو يقول الجد احلام هارون تنهد وقال صافي واخا انا غان مشي دابا عندي شي شغال قال لي الجد كثيره ولدي الله يرضي عليك خرج ركفته موبيلته وكثيره بسرعة امشال واحد الشقاء ودخل القاهكة تسناه لابسه شميز دونوي قرونه قثيره فوق الفخاد وشفافه غير دخل وعنقاته باشده هو نيشان جرها ودهال بيتنعز ومن بعد مرور يومي نشر خبر موافقة هارون باش يتزوج باحلال اللي غدا تطير بالفرحة كانوا قاسين كلهم في الجردة مجموعين والجد كان فرحان وقال فرحان بحفايدي من اللي تجمعه كامله وفرحان بهارون اللي مكسرش بخاطر ووافق يتزوج هارون كان ساكت ما بغي يقول والو والجد هو كيشوف روان وهو يقول وعندي خبر اخو كل شي شاف فيه وقال بنتي روان من بعد الحفلة جاو هاخد طاب كتار وما بغاد تاشي حد فيهو وبتاسم وكمل هضرتو وقال ولكن رضا طلبها مني ومن بعد ما فكرات وافقت هارون كان كيشرب قاتاي وهي توقف ليه سدم ابقى كيكوح مدوله اللي ماء وهو يرتاح شاف روان باش يكدب اللي اسمه ابقى كيشوف فيها وهو ما كيباركو لهم وونا شاف رضا القه غيطير بالفرحة تخيل هوم عايشين بزوج وريضا بوح دول اللي يقدر يشوفها ويقيسها ويعنقها تفكر فشاف ها شحال كانت جدينا يعني رضا غيبقى يشوف هاد الجمال كل نهار وهو يقول الجد قررنا غدا غدا تكون الخطوبة غنديروهم مجموعين وهو يقول هارون جدي الخطوبة ديالي اناه واحلام حتى المن بعد وهو يقول الجد وعليش؟ قال هارون مامساليش مشغول نقزات احلامه قالت اه عندو الحق حتى انا ما زال بغا نوجد راسي وهو يقول الجد ايوا بيناتكم المهم غدا نوجدو الخطوبة دريضا وروان وهنعرضو على شناس اللي قراب لينا روان بصوت من خافض قالت جدي انا بغيت الخطوبة غي بيناتنا قال ريضا اللي حب خاطرك بغيتها غي بيناتنا صافي بيناتنا وهو يقول الجد اذا ما رح سولاتني انا قال له ريضا اسمح لي اضحك الجد وقال من الفرحة صافي يا بنتي غي بيناتنا هارون وقف بش يمشي وهي تقول امه فين غا دي اولدي قال لها عندي شي شغال وخرج وكانت الساعة الحداش ونصر كانت في بيتها كتفكر في حياتها الجاية خافت تكون تسرعات في الموافقة وتنهدات وبدت تقرأ في القرآن شوية وهي تسمع شتة بدات كتطيح حيدات الشار ومشات كتجري البالكون دخلات وهي كتضحك كتحماق على شتة ديال الصيف كيعجبها طيح فوق شعرها وتفزك وقفات وشتة كتطيح فوق منها وهزات ايديها الفوق وسرحات كفوفها ولما كيعمر ايديها وبتأسمات ومن تابهتش الوحد العينين اللي حاضينها كان هارون في البالكون كيكمي ما كانش متوقع غيشوفها ابقى حاضيها احتطفى القارون اللي في ايديه وشاف شعرها الطويل فازق والحوايج لازقين عليها وهي كرتحك فرحانة كان منظرها زوين ومغري شوية وهي تحبس الشتة ودخلات بدلات حوايجها ونشفت شعرها ونعسات وهو بقى كيفكر فيها حتى نعس وجنهر جديد كانو كيوجدو الخطوبة ريضا مشاشرة لها خاتم انماس وواحر مع سنسلة وشي تخربيق المهم في الليل كي العادة كل شي مجموع دارو داك شي اللي خاصو يدد روان عجبها الحال وعجبها داك شي اللي جاب ريضا وطافقو يدربو العقد من دابا الأسبوع ومورا بأسبوع يديرو العرف هاتش كلو داروه قدام هارون اللي شوية وينوضي فرشه خريضا غير صابر قال الجد روان صافر الولد قريبي واللي رجلك داروري خاصو يشوفك وهنا هارون كان غايوقف قلبي عيني خرجوا من بلاستهم وحمارو لحد الان ما عارفش ليش كيدير هاكا واش غير اعجاب بجمانها وطافي ولاش يحاش اخرى قالت روان واخها جدي وهو يقول الجد دخلوا للمكتب وتفاهموا ودخلوا للمكتب وهي كانت متوترة وهو كان متشوق يشوفها حي دات النقاب والتام وشعرها طاح على ظهرها ريضا بقى غير حال فمه اشهد شي قدامه كل شي في هازمه روان قلبها كيدرب بالشهد كتوتر من اللي شي حد كيبقى يشوف فيها خصوصا لك أنا راجل ريضا قربه هز ايديها وباسها وقال انتي مالاك سعداتي بيك فكات ايدها منه وقالت له شكرا يلا هنخرجوا وهو يقول لها ريضا لا باللاتي ما زال مش بعت منك هي بلما تردد دارت الغطا والتام وخرجت وهو لحقها هارون كان على عصابه احتشفهم جايين وشاف ريضا غياك ولي روان بعينيه وحس براسه ولي كيكرهه ما بغاهش يشوفها ناد وخرج ومشل الشقة بغاه ينساهد شلي ولي كيوقع عليه وحتهما من يكملوا هدرتهم كل واحد مش هالبيتو ينحس وجنهر جديد قال الجده هارون ما بالش في الدار ودابا مجاش للغدا قالت له الجده اخليه على راح توالحاج وهو يقول دابا خاصو يمشي معانا ويدقو للجده ماشي مشكيه نمشي وغير احنا شوفش حال بينا وهو يقول الجده الراجل صاحبي من الصغر وعارضنا كاملين المزرعة دياله ما عندو ما يقول وبيدقو الأحلام ايها جديه نمشيه قال الجده باش حطا روان تبدل الجو أحلام خانترت فيها وبيدقو لروان لا جديه غير خليني في الدار عيانا وما فيا اللي يمشي وبيدقو الحنان بغيتك تمشي باش نفوجو قالت روان المرة الجاية ان شاء الله والله ما قادت وهو يقول الجده صافي خليوها على راحتها ونوضو وجدوه باش نمشيه ناد كل شي وجد راسو وودعو روان وخرجوه مشاول لمزرعة روان طلعت ونحسات من بعد ما شربت الدوع هو كان مازال مع البنت ويا الله فاق ادخلي حمام ودوش ولبس عليه وخرج للصالة وعمر كاس ويسكي وبدك يشرب جات في الدوع جلسة حداه وقالت ما لك؟ قال ليها خارون ما ماليش؟ قالت له في الدوع قد شرب غيلك انتي فرحان اولا معصب ودبا معصب وضرب الكاس مهالأرض وغوت عليها وقالت ماشي ثوقيك قالت له صافي غيت هدد نادت جمعدك الشي وجابت له كسافر شربه وزاد التاني والتالت والرابع احتاسكا هزها ودخلوا للبيت يلا بدا يحيد حويجها وهو يتفكرها وتفكرها غدا تزوج بآخر ناد من فوق هادي كلي معاه ولبس حويجه واخرج وخلها مصدومة ومشى الفيلا ودخل ما لقى حتى شي حد احترخ الدامات نأسو اركف المسعد وطلع لبيتها ابقى واقف حدا الباب متردد بغي يشوفها هيا درباتها الفيقة راسها ما زال دارها نادت وشربات الدوة تاني وقلسات فوق الناموسية وشوية وهي تشوفه داخل وقلبها كان غادي يفرج من بلاس دو شكي دير هنا هاروم شافها جازة بحال شي ملاك انسى كل شي في دي كل لحظة وتمنى يبقى يشوف فيها دي ما وهي بوحده هيا نادت بش تغطي راسها ولكن هو شدها وقربها لعنده وهي كتحاول تفك منه هو كان قوي عليها متبتها مزيان وقرب لشعرها وشمه قرب لودنيها وقال شنو درتينيها هي بدتك تبكي خايفة منه اول مرة غدا تطيح في هذا الموقف تمنات الارض تنشق وتبلحها ما عرفتش ليش كيدير لها هكا المشكلة ما قادراش تتحرك ما مخليهاش بحال ليلة خايفها تهرب هو تفك الرضا وشعلات العافية في قلبه بعدها عليها شوية وشدها من دراحها وقال انتي ليه كتقول له بعد مني عافاك بعد مني عافاك هواه اللي كيشوفها غهية حس براسو باغيها قرب لعندها وباسها وهيكا تقاومه هزها وحطها فوق الناموسية وهيكا تغوت اغتاصبها بالسيف عليها كان ناعش وفاق على بكاشي حد وهز راسو شافها جالسة في الارضم عن قرج ليها وكتب كيه شاف راسو هو فيه وتفكر لي وقعه نادم خلوع ما كانش باغي يدير هاكا البس عليه وقرب ليها ما عرفش شنو يقول ليها ولا شنو يدير انزل المستواها وهي ترجع على اللور وكترجف قال ما عرفش كيوقع هاد الشي كنت معصب ومحكمش فراسي هي زادت في البكا ابقى كيشوف فيها شحان هي بنت صغيرة كتب كيه دره قلبه كيفاش قدر يقاديها ويبكيها شوية وهو يصوني يتليفونها هزو وكان ريضا وهو يقول ريضا زادت في البكامل ليت فكرات ريضا ورا هاد الشي شوية وهو يوصى الميساج قراءه وكان ريضا كيقول راه في الفيلا وجبشت ماءن عليها وعلى ما كمل قراءة الميساج احتسمع الدقان في الباب ناضته هي خايفة وكتب كيه وهارون مشاق وشد لها فمها وقال شوية روان حيدات له ادي وقالت له بععد مني ما تقسميش ريضا ما بغاش يدخل إلا بالإدنة وقال روان واش انتي هنا حاولت يكون صوتها عادي وقالت اه راني في الدوش قال لي هارضا اه واخا جيت غير نشوفكي دايرا وغنشي دابا للشاركة هالله يفرسك قالت له روان شكرا ومشا وهي قلست في الأرض كتبكي قالت اش ندرت ليك حرام عليك الله ياخد فيك الحق تحنل عند هو وعنك هو وقالت سمحي لي دابا نصلح كل شي بععدات عليه وقالت بععد غير مني كنكرهك عمري كراتش حد في حياتي بحال هاده اللحظة خرج عليا ما بغيتش نشوفك ناضو خرج ما بغاش يكمل عليها كره راسو هو ماشي هكا اخر حاجة يديرها هي يتحدى على غنت وهي غير خرج ودخلات الحمام الدوش كرهات الحمها وذاتها وكتحس براسها وحدة مصخة ما صالحها الوال ابقيت كتحق بذاتها احتقر بيسيل الضم وطاحت على الكابيها وهي كتبكي على راسها أعوام وهي محافظة على راسها وجاء فرمشة عين ضمرها خرجت من الحمام ولبسات عليها شافت في الساعة وكانت تسعود الصباح ابغيتش حاجة تبرد عليها وتصبرها وتفكرات الصلاة ودخلات توضات وخرجات لبسات حويج الصلاة وبدات كتصلي وهي كتبكي وكتلب الله يعاونها ويسمح لها ربي هو الوحيد اللي يقدر يعاونها ثالات وناضت وجمعات البيت ورمعت كل شي كان فوق النام وصدي ما بغت حتى شي حاجة تفكرها فيه ما كراتش حتى البيت تبدله شكرا